هذا وزار الفريق أول بحري نيكولا فوجو رئيس أركان البحرية بجمهورية فرنسا والوفد المرافق له كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج واستقبل اللواء الركم بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوفد الزائر حيث ناقش لقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لسيما الجوانب الأكاديمية والتدريبية من جانبه ألقى رئيس أركان البحرية بجمهورية فرنسا محضرة تطرق خلالها إلى أهم الأدوار والمهام التي تطلع بها القوات البحرية الفرنسية والتطور المتسارع في التقنيات الحديثة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة